هذا الفيديو برأي سيوفورجيام هذا الموقع يقدم لك خدمات مثل اللعبة ورزو الموبايل عندهم خدمة إنجاز جميع تحديات صعبة بين تمويهات وتلفيه الأسلحة وغيره بالإضافة لأنه يشحلك عملات سي بي بنصف الساعة واستخدموا كود اي اير 18 للحصول على خصم خاص وروابط في الوصف تمويهات موسدس كور 45 تحديات الأساسية عندك أربعة أول شي توصل مستوى السلاح المستوى الثاني بعدين تدبح خمسون من الآذاء المستوى التحدي اللي لبعده توصل السلاح لمستوى الثاني وبعدين تدبح خمسون من الآذاء أثناء تصويه بمنظر أي بمعنى أنك ازابه هذا البيتول والدفلو سكوب التحدي اللي بعده توصل السلاحلى المستوى الخمسط��고 وتدبح fees ١ملاء أثناء التحرك أي بمعنى أنك تسير وتتحرك وتتبح ومحز بكربَ التحدي الأخير توصل السلاحي للمستوى ٢مل وعشرون وتذبح 15 من الأعداء باستخدام ملحق السلاح المزدوج أي بمعنى أنك تستخدم الأكيمبو الخاص بسلاح طيب وين راح تلاقي قطعة الأكيمبو فرح تلاقيها في المقبض الخلفي فلو ندخل مثلا التقدم شوف هذه هذه هي القطعة ضروري أنك تفتحها يعني تشوف تحدي اللي خاصة تغسط لفل السلاحي لأي مستوى وبعدين تفتح بعدها راح يفتح لك التمويه الدهبي أي بمعنى أنك تذبح 10 أعداء دون أن يلحق بك العدو أي ضرر أي بمعنى بدون ما تأخذ دمج تذبح 10 أعداء بعدين راح يعطيك تفتح التحدي الثاني اللي هو الفضي والمسقول فتذبح 15 من الأعداء المصابين باستخدام السلاح أي بمعنى أن يكونون أخذوا دمج من صديقك أو من خويك وتذبحهم بعدين التحدي التميين فرح يطلب منك تذبح 10 أعداء إصابات في الرأس هادشوت بسيطة التحدي بين النجوم فرح يفتح بشكل تلقائي لما أتفتح كل هذه التمويهات طيب تحديات سلاح WSP Stinger التحديات الأساسية عندك أربعة التحدي الأول هو أنك تتلقي سلاح المستوى الأول تذبح 50 المستوى الثاني وتذبح 50 شخص التحدي يبعد أن تدقائها السلاح للمستوى السادس وتذبح 50 من الأعداء أثناء تسويب منظر أي بمعنى أن تسويب أي منظر وتذبح 50 لعب التحدي اللي بعد أنك تدفل سلاح للمستوى العاشر وتذبح 10 من الأعداء أثناء تحرك أي بمعنى أنك تتحرك وتذبح 10 من الأعداء التحدي الأخير الخاص بها التمويهات تدبح 15 مل أعداء باستخدام ملحق سلاح المزدوج أي بمعنى تسويه أكيمبو وتروح الملحقات تلاقيه بالمقبض الخلفي لما يفتح معك ورح تلاقيه بهذا الشكل هذا هو الأكيمبو بعدها سيفتح معك التمويه الذهبي ورح يطلب منك أنك تدبح 10 مل أعداء دون ما تأخذ أي دمج بدون ما يلحق العدو بك أي ضرر بعدها تحدي المسقول فرح يطلب منك تدبح 25 مل أعداء بالإطلاق على مستوى الخصر أثناء القصف الناري مهم جدا هذا أثناء الخصر واضحة أنك ما ترميه وأنت فاتح سكوب أو إذا تلعب أضيس ضروري أنك تلغيه يعني تلعب بدون ما تأيم بدون ما تسوي زوم أو سكوب تدبح بسلاح بشكل مهم جدا بدون ما تفتح سكوب هذا الذي يعتبر الأطلاق على مستوى الخصر أثناء القصف الناري هذه سأريكم ضروري أنك تسوي تركيب أو ملحق من أجل أنه ينحسب لك هذا التحدي وهي أنك تسوي هذا الدخيرة لتلاقي عليها كلمة ضرر الحرق هذا هو أثناء القصف الناري يعني تحدي القصف أو القصف الناري فضروري أنك تسوي ديك الدخيرة بعدين رح يعطيك التحدي الخاص بالتمين ورح يطلب منك أنك تدبح 25 مل أعداء بمتأثنين بمعداتك التكتيكية أي بمعنى تكون مؤثر يأيما بسموك يأيما بستان بمعنى القنبلة الصادمة أو القنبلة الدخانية هؤلاء الأتنين هو بس اللي ينحسب لك بهم التحدي يعني يكونوا متأثنين ترمي عليه بس تنفجر به بذيك اللحظة بالضبط تدبح العدو فرح ينحسب لك التحدي وضروري أنك تسويه 25 مرة التمويه بين النجوم فرح يفتح معك بشكل تلقائي لما تكمل كل هذه التحديات تمويهات سلاح أو مسدسة التير فضروري أنك تلفل السلاح للمستوى الثاني بعدين تدبح 50 مرة اللي بعده تلفل السلاح إلى المستوى 11 وبعدين تدبح 50 مرة أثناء التصويب عبر منظار أي بمعنى أنك تسوي أي منظار السلاح وتدبح 51 التحدي اللي بعده أنك تلفل السلاح لمستوى 18 وتقتل 20 مرة أثناء التحرك أي بمعنى أنك تتحرك وتدبح 10 مرة أثناء التحدي اللي بعده تلفل السلاح إلى المستوى 27 و تدبح 15 مل أعداء باستخدام ملحق السلاح المزدوج بمعنى الأكيمبو و تذهب إلى الملحقات المقبض الخلفي و تدخل عليه و سوف يطلع لك الأكيمبو فتلفل السلاح إلى غاية أنه يفتح معك هذا و بالأخير سوف تجد مستوى الأخير سوف يفتح معك بشكل تلقائي تسويه و تكمل التهدي بعدها سوف تسوي التحديات الأخرى للدهب يغيره الذهب يطلب منك أنك تدبح 10 مل أعداء دون أن يلحق بك العدو أي ضرر أي بمعنى بدون ما تأخذ أي دمج تدبح 10 مل أعداء لبعده المسقول تدبح 25 مل أعداء بطلقة واحدة أو أساساً حتى لو يأخذ دمج من أي شخص أنك تدبح و أنت بطلقة واحدة أي بمعنى إذا أعطيته الطلقة و ندبح خلاص ينحسب لك التحدي والأفضل أنك تسويها لهد يعني تتركز على الهدشوت التحدي الذي يبعده تدبح 25 مل أعداء باستخدام ملحق منظر التكبير تسوي أي منظر لسلاح وتدبح 25 مل أعداء فنحسب لك التحدي بين النجوم التموية بين النجوم سوف نفتحها بشكل تلقائي لما تكمل 36 سلاح التموية المسقول أو التموية عفواً طيب تحديات سلاح الرينيتي للتموية تلفل السلاح للمستوى الثاني بعدين تدبح 50 مل أعداء التحدي الذي يبعده أنك تلفل السلاح للمستوى التاسع وتدبح 50 مل أعداء أثناء التصويب بمنظر أي بمعنى أنك تسوي له سكوب أو بهذا الشكل وتدبح 50 مل أعداء وتكون مصل للمستوى التاسع التحدي الذي يبعده أنك تلفل السلاح للمستوى 14 وتدبح 10 مل أعداء أثناء التحرط أي بمعنى أنك تدبح ونت لا تحرك 10 مل أعداء التحدي الأخير يطلب منك تدبح 15 مل أعداء باستخدام ملحق السلاح المجدد أي بمعنى أنك تسوي له الأكينبو وين ستجده هنا؟ في المقبض الخلفي ستجده الأكينبو بالضبط المزدوج بعدها سيعطيك تفتح تمويه الذهبي ويطلب منك أنك تدبح 10 مل أعداء دون أن يلحق بك الأدو أي بمعنى أنك تدبح 10 مل أعداء بدون ما تأخذ أي ضرر التحدي المسقول أو الفدي يطلب منك تدبح 25 مل أعداء من مسافة بعيدة ضروري أنك تسوي له أفضل التركيبات بالإضافة التي تكون مدها بعيد بالإضافة لأنه 20 متر على أساس أنه ينحسب لك التحدي 25 لعب تكون مسافتهم يعني تدبحهم من مسافة 20 فما فوق أقل من 20 ما رح ينحسب لك التحدي وتدبح 25 أعدو التحدي اللي بعده اللي خاص بالتامين أنك تدبح 25 مل أعداء إصابة بالرأس بسيطة وسهلة جداً وبعدها رح يفتح معك تمويه بين النجوم بشكل تلقائي لما تفتح تمويهات 36 الخاصة بالتامين ترجمة نانسي قنقر If you would like to get exclusive content updates, previews, and events Don't forget to subscribe and turn on that notifications. Stay frosty, Soldiers